هل ممكن امانتش فيديو اونلاين من غير بقى لمواصفات جهاز ولا كارت شاشة قاوي ولا انت محتاج اي حاجة من الكلام ده كله لو عايز بقى تعرف تابع معانا الفيديو يلا بيها نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم وكل سنو طيبين والعيد خلص وطبعا يعني خدنا بعد العيد كانت 3 4 5 6 7 ايام والنهاردة مع فيديو جديد هنتكلم فيه بقى عن مونتاج الفيديو الفيديو اللي فات اتكلمت عن موقع في توبيا اللي هو بتقدر انك تعمل ديزاين اونلاين او هو برنامج شبيه بالفوتشوب فجات شركة بقى قالتلي لا احنا كمان بقى بتقدر انك تعمل مونتاج اونلاين عن طريق موقع اسمه انفيديو يلا بيها بقى نتعرف عليه ونشوف اداءه عامل ازاي وازاي بقى اصمم او اعمل منتاج للفيديو على الموقع ده يلا بي نروح الكمبيوتر الموقع ده بتقدر انك تشترك بشكل فري مجاني وبتقدر انك تشترك بشكل مدفوع طبعا المجاني مش هيبقى زي المدفوع المدفوع بيديك اكسز انك تخش تاخد ستوك من شطر ستوك يعني فيه امكانيات اكتر اكيد لانك دفع فلوس فشاخرل عشان تعدي والمجاني بتضعب انك تتعامل عادي مع الويب سايت هتلاقوا اللينك موجود تحت في الديسكريبشن والناس اللي عجبها فكرة الموقع طبعا تجربوا الاول لو عجبتك الفكرة وحسيت انه هو هينفع معاك هتلاقي فيه خصم 25% والكود بتاعي موجود تحت الفيديو في البداية اول ما بتخش على الويب سايت بتلاقيه بالشكل اللي انت شايفه ده بلاقي فيه عندي هنا مجموعة من البروجيكت اللي انا اشتغلتها او اللي انا عملتها علىها تستيت وهنا بقى بيقولك انت عايز تعمل ايه عندك اول خيار اللي هو بري ميد تيمبلت عندك اكتر من 4000 تيمبلت جاهز لبقى لبروموشن لمنتاج فيديو لكلها تيمبلت جاهزة بتقدر انك تاخدها وتبدأ انك تعدل عليها فيه نقطة بقى انا كخبرتي انا شايف ان الويب سايت ده حلو للناس اللي عايزة تشتغل على السوشال ميديا انت عايز تعمل اعلان مثلا على فيسبوك اعلان على انستجرام اعلان ستوري اعلان على سناب شات بصراحة يعني انا شايف ده حلو اوي في الموضوع ده انما كشغل بشكل عام هو هيقضي معاك الغرض وكل حاجة بس اكيد طبعا البرامج هتكون اقوى يعني خلينا متفقين على الموضوع ده فاول خيار عندك هنا يا اما تختار تيمبلت انك تشتغل عليها يا اما هنا تختار تيكست تو فيديو عندك برضو تيمبلتات لاشكال التيكست او الطايتل اللي بتظهر على الفيديو وهنا عندك بلانكة فاضية اللي هو بيديك خلفية بيضة ابدأ انك تشتغل مونتاج بشكل طبيعي جدا وبشكل عادي كاي برنامج مونتاج الحلو بقى هنا ان هو بديك الاسبكت ريشيو يا ترى انت هتشتغل ايه هتشتغل وايد اللي هو الفيديو الوايد اللي انت بتشوفه على يوتيوب زي اللي انت شايفه دلوقتي او هتشتغل سكوير لو انت هتعرض بشكل مربع على انستجرام بتقدر بضغط زرار بس كده انك بتختار على طول بيقلب لك التيمبلت اللي مدهي لك بحيث تتناسب مع الاسبكت ريشيو اللي انت مختاره وهنا عندك الفيرتكال لو انت هتعمل مونتاج لستوري على سناب شات على فيسبوك على انستجرام على تيك توك على اي بلاتفورم من دول لو انا اخترت ويد ومثلا انا مختار هنا بريميت تيمبلت مثلا اكتب انترو وضغط انتر بحيث اللي هو يبدأ يجيب لي انترو هو الانترو هات اللي هنا هي مش احسن حاجة بس يعني شغالة ممكن تنفع مع حد مسلا بادئ يوتيوب جديد حابب حاجة لديه بسيطة سهلة تقدر انك تعدل عليها مسلا انت عايز تعرض اللوجو بتاع اللي بتاعك يعني دي التيمبلت بمجرد ما انت بتقف عليها كده بالمنظر ده على طول بيبدأ ان هو يوريك بريفيو لها بتختار اللي ينسبك خلوني اختار اي تيمبلت مسلا انا عجبتني النيون دي بس كل انا بعمله في الحساب بريميوم بس بضغط عليها بالشكل ده طبعا بتيجي بالميوزيك بتاعتها واقول له يوز اس تيمبلت طبعا زي ما قلت لكم بتختار الاسبكت ريشيو اللي انت هتشغل عليه انا لو انا هعرض علي يوتيوب فعلى طول بختار اليوتيوب بيفتح معي بقى وجهة التعديل بتاعتي اللي انا بقدر ان انا اعدل عليها هنا عندي الجزء الخاص باللاير هنا عندي ده اللوجو بتاعي بقدر ان انا اضيفه فبينزل ثابت على اي فيديو انا بعمله لو انا مش عايزه بس بحدده كده وبضغط delete من الكيبورد بيقول لك هل انت عايزت تعمله delete من المشهد ده بس ولا من كل المشاهد بتاعتك بقول له لا remove from كل المشاهد انا مش عايز سورتي في الانترو طبعا هنا مكان ما فاضي بس بعمل اكس كده واقول له remove انا عايز بقى اعدل علي التمبلت ده بس بتضغط عليها كده double click بتبدأ انك تعدل والجميل كمان ان الويب سايت بيكتب عربي بقدر مثلا اكتب العربي اكتب مثلا كلمة montage طبعا داعم للعربي فدي حاجة كويسة قوي بس خليني اكتب بالانجلش مصطفى تمام وهنا خليها مكرم حلوي جدا فبكل بساطة لما بروح بقى ان انا احرك السلايدر هنا طبعا ده التايم لاين الجزء اللي موجوده بشغل كده بس انا دلوقتي عدلت علي التمبلت من غير اي حاجة فبتبدأ انك بقى تماشي علي التايم لاين وتشوف بقى الشكل بتاعك عامل ايه طبعا بتقدر انك تغير بقى ايه يعني انا دلوقتي ضغطت double click هنا على التايتل او التاكست اللي مكتوب عندي بتقدر بانك فو هنا تخلي تعمل ميلان تعمل bold تقدر انك تغير الفونت نفسه تقدر انك تغير لون الفونت تقدر انك تضيف فونت يعني لو في فونت معين عندك بتقدر انك تعمله upload وبتبدأ انك تضيف الفونت ده كمان بتقدر انك تغير في الانيميشن يعني لو ضغطت هنا علي الانيميشن بتقدر انك تغير بمجرد بس ما بتوقف كده هو على طول بيعملك preview لانيميشن بتاعك مثلا لو انا ضغطت ده وبدأت ان انا اشغل هنا اضغط كده فغيرتها بالشكل ده يعني اي حد بدأ في منتاج الفيديو هيبسط جدا مع الويب سايت ده او فكرة الويب سايت وبشكل عام يعني انتو شايفين الاداء مرن ومفيش فيه تقل زي ما قلنا بقى هنا ال timeline بتقدر انك تضيف timeline تقدر انك تعمل voice over لو انت مثلا بتعمل قناة vlogs وحابب انك تتكلم ويه الفيديو شغال فبتقدر انك تسجل مباشر او انك تسجل على اي برنامج تاني وتبدأ انك تحط الصوت بتاعك هنا على timeline كاي برنامج منتاج هنا طبعا بقدر ان انا اضيف scene جديدة وبقدر ان انا اضيف بلانكة فاضية او scene فاضي او ان انا بضيف scene من template تعالوا قبل ما نخش على النقطة دي تعالوا نروح هنا على البانا الموجودة عندي او البانا اللي عندي دي مجموعة من template اللي انا بقدر ان انا استخدمها في الحساب premium اكتر هتلاقي حاجات احسن بالشكل ده مثلا اي template زي دي بتضغط عليها ممكن تقوله use this template بحيث ان هو يضفها لك او انك بتروح هنا مثلا وتقوله from template فبتبدأ انك تختار template معينة مثلا template زي دي بيبدأ ان هو يضفها لك مع template الموجودة وتحت هنا upload هنا لو انت بقى هتشتغل شغل منتاج فعلي بتقدر انك ترفع الفايل بتاعك مثلا انا مصور برومو زي دي كده بتقدر انك تعمله upload والجميل هنا انك upload ده بتعمله مرة واحدة وبيتحفظ في الحساب بتاعك يعني انا دلوقتي لو فتحته مع اي مكان هتلاقي الشغل بتاعي على موجود على حسابي فبقدر ان انا اتعامل معها عادي طبعا بقى اي فيديو انت بتضيفه بتقدر انك تتحكم بقى مثلا انت عايز تقص منه جزء معين بالشكل ده تعمله in و out وتقول له مثلا ايه done او تقول له use full اللي هو بيحط لك كل البرومو اللي عندك مثلا خلينا حطه use full بحيث ان هو ينزلهولي هنا مع الفيديو بتاعي لما بشغل بقدر ان هو يضيفه لك كده بتقدر بقى انك تتحكم فيه او مثلا انت عايز تضيفه فين في الفيديو بتاعك بس فيه نقطة خليوا بالكوا منها انا دلوقتي لما حاجة اضيف فيديو هو بيضيف لي مكان ما السلايدر بيكون واقف فيه التايم لاين يعني هو ضفهولي مع الفيديو ده فبرجع ctrl z بالشكل ده وبروح هنا للاخر وببدأ ان انا اعمل use full video فعلى طول بيضفهولي فيه الاخر بقدر بقى ان انا اكبره بالشكل ده ولما بشغل بلاي طبعا الفيديو شغال بس فيه هنا الصوت اللي موجود عندي بقدر ان انا اروح هنا وقلل الصوت او انا مش محتاج الصوت بتاع التمبلت فباشغل بالشكل ده ممكن انا اشيل دي خالص لو انا عايز ادلة اي حاجة بس بتعمل عليها select بالشكل ده بتقوله delete من الكيبورد او ctrl z بتعمل عليها select وتروح هنا على شكل delete وبتعمل delete لما باجي اشغل بقى بلاقي البرومو عندي شغال هنا بقى بروح على الفيديو ودي الحتة الحلوة شايفين علامة التاج دي دي معناه ان الفيديوهات دي هتقدر انك تستخدمها من غير علامة مائية مع الحساب ال premium او الحساب المدفوع او حساب شغل عشان تعدي فمسلا اي template من دول تقدر انك تعمل search على template معينة تعمل blankة فاضية بالشكل ده واقدر ان انا اسحبها بالشكل ده مثلا كده اقول له use video فعلى طول بتنزل به الشكل ده ففكرة التعامل مع الweb site انا شايفه حلو قوي ولو انت عندك شغال كويس فحتتبسط جدا بالتجربة دي هنا عندك كمان image هو طبعا فيه connect بينه وبين shutterstock فبتقدر انك تستخدم الصور الموجودة على shutterstock اكيد حسب الاتفاقية مش كل الصور بس اكيد هو مفلق مكتبة كويسة دي صور تقدر انك تعمل search على اي حاجة كمان فيه عندك مكتبة مزيكة مثلا لو انا عملت هنا epic music ونشوف حيطلع لي اي في epic music مثلا تعالو ناخد ال cinematic لطيفة هنا مثلا عندي on epic جميلة حلو المزيكة علشان بقى تضيف المزيكة دي كل انت بتعمله انك بتضغط هنا تقوله replace a music بتقدر انك تعمل replace او تقدر انك تسحبها وتضيفها عادي جنب المزيكة مثلا لو عملت replace فهو هيشيل المزيكة الموجودة القديمة ويبدأ انه هو يبدلها لي بالمزيكة دي بقول لي عايز تشيل اقول له يس شيل فلما بايجي بقى ايه اروح هنا للأول وابدأ ان انا اشغل فانت بتبدأ تعمل search على الحاجة المناسبة للشغل بتاعك عندك هنا بقى ال text هنا ميديك مجموع من ال text style وهنا عندك classic هنا عندك modern كل الحاجات دي بتقدر انك تضيفها بمجرد ما بتقف عليها كده بيبدأ ان هو يديك شكلها فمسلا طبعا بتنزل هنا على timeline بتقدر انك تتحكم في مساحة ظهورها الدقيقة عن طريق انك بتلعب في ال in way ال out اللي هنا دي لما باجي اشغل مثلا بيكون بالشكل ده مثلا هنا عندك كمان social media ممكن اضغط على social media فبيبدأ ان هو يديك خيارات لل social media مثلا انت عايز فيسبوك بتضغط عليها بالشكل ده فعلى طول بتنزل هنا ممكن اروح هنا على text وتبدأ انك تغير مثلا مصطفى وبقول له save فعلى طول بتبدأ انك تحط social media account بتاعك في الفيديو وكمان بتقدر انك تختار مكانه هنا على تمسك كده وتقدر انك تختار المكان اللي انت عايزه وتقدر انك تصغر الحجم بتاعها بالشكل ده تقدر انك من فوق هنا تقدر انك ترفاهي منه وش مال يعني بشكل عام انا شايف في الموضوع ما فيش فيه اي صعوبة هنا كمان بقى عندك اللوجو هنا لو انت شغال على لوجو معين يعني مثلا لو انا رحت هنا فاورادي انا رفع اللوجو بتاعي فاقول له add this logo اللوجو انت بتعمله upload png او خلفية شفافة هو خلاص بيتحفظ عندك في الموقع فاي مكان فيه logo هو ديركت على طول هيقولك احط لك اللوجو بتاعك هتقول له اه فعلى طول بيحط لك اللوجو هنا بقى الفولدر لو انت حابب انك تبدأ انك تنظم الشغل بتاعك تقول له create folder وبتبدأ انك مكرم بالشكل ده واقول له create folder فعلى طول بيبدأ بقى ان انا انظم ملفاتي جوا الفولدرات جوا الويب سايت جميل جميل مفيش اي حاجة صعبة لحد كده يبقى انا عرفت دلوقتي ازاي بوضل ان انا اكتب جوا البرنامج اتعرفت على التمبلت هو ده الويب سايت او ده برنامج المونتاج بكل بساطة مفيش في اي حاجة اخر نقطة هي ازاي بقى بقدر ان انا اصدر الفيديو او بعمله export بروح هنا على download and share بضغط عليها بالشكل ده بيقولك انت عايز تعمل export الملف بتاعك ده ال default بتاعه اللي هو 1080 وفيه عندي 720 طبعا خليك على 1080 بعد كده بقوله export فعلى طول بيبدأ ان هو يعمل معالجة للفيديو وتصدير للفيديو بتاعك فهو بعد ما بيعمل عملية او بيخلص بتلاقي زرار download ده اتفعل معاك تقدر انك تحمل الفيديو ونقول ودعا لكروت الشاشة ومواصفات الجهاز اي جهاز تقدر انك تشتغل عليه بالويب سايت ده واعتقد كمان الايباد ممكن انك تشتغل عليه او لو انت عندك تابلت ممكن ان تشتغل عليه بالويب سايت ده انت مش بحتاج اي حاجة بحتاج بس شاشة كبيرة علشان تقدر انك تشوف انت بتعمل ايه وبس كده لهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة وفي الاختام سبحان الله وبحمدك اشهد ان الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فكارب اشتروا في الطبق انت مش اشترك انترى ان اشتري الى اي few ends اشتروا في اللفاء اشتركوا في القناة